موسيقى البركان يهاجم البيانات الخليجية والغربية بشان السلام في اليمن ويقول انها مجرد اسقاط واجب شرطة تعز تعلن مقتل احد المطلوبين امنيا وتؤكد استمرار الحملة الامنية لملاحقة البقين منظماتين حقوقيتان تطالبان بفتح تحقيق في وفاة السيرن بسجون ميليشيا الحوطي جراء التعذيب اتلاف طن ونصف الطن من مادة الحشيش المخدر تم ضبطها في ميدي بمحافظة حجة موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار التي قدموا لكم هشام الزيادة ونضال الشبان لنبحث وزير المكتب السلطاني العماني سلطان النعماني مع مساعدة وزير الخارجية الامريكي لجهون الشرق الابنى باربرا ليف جهود حل الازمة اليمنية وقالت وكالة الانباء العمانية ان اللقاء ناقش عددا من القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية من بينها ازمة اليمن وقالت مسؤولة الامريكية في تصريحات للوكالة ان دور سلطنة عمان محوري في دعم المساعي لتحقيق الامن والسلام في المنطقة واكدة على دور الجهود العمانية لحل الازمة اليمنية وتصدف مصقط مكتبا للحوثيين منذ سنوات وتقوم بجهود المفاوضات بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والسعودية والمجتمع الدولي من جهة اخرى هذا وكان رئيس مجلس نواب سلطان البركاني هاجم بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعي لإيجاد حل سياسي للازمة في اليمن وقال البركاني في منشور له على فيسبوك ان البيانات الخليجية المتشابهة تتصدق على اليمن بحل سياسي وهي تعلم ان الحوثيين ابعد ما يكون عن الحل وان اليمن بوابة عبور لإيران لتصل اليهم ودع البركاني مجلس التعاون إلى عدم تحويل اليمن لقضية إنسانية يستجدي لها الحل أما معدو ليس للسلم مكان في حساباته حد وصفه وضاف أن ما يدعو إليه الغرب من سلام أو يروج له المبعوط الدولي وملهات ومجرد إسقاط واشب هذا وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيف الحجرف أكد ضرورة الاستمرار في بدل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن ودعم جهود استعادة استقرار البلاد جذلك خلال لقائه بمبعوث مملكة السويد إلى اليمن بيتر سمبني في مقر الأمانة بالرياضة وقال مجلس التعاون في بيان إن لقاء نقشت تصعيد الحوثية بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضت الميليشيا تمديدها وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية أمام هذه الاعتداءات لقاء أمريكي عماني بعد يومين من هجوم حوثي استهدف موانئ نفطية يمني فعلى وقع التوترات المهددة لجهود إحياء الهدنة الأممية أجرت واشنطن نقاشات في سلطنة عمان بحسب وكالة الأنباء العمانية التي قالت إن وزير المكتب العماني سلطان النعماني التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف وفق الوكالة العمانية فإن اللقاء الأمريكي العماني بحث جهود حل الأزمة اليمنية في إشارة لفشل جهود الأمم المتحدة في تثبيت هدنة الرابعة ونقلت الوكالة عن المسؤولة الأمريكية قولها إن واشنطن تعتبر دور مسقط محوري في دعم مساعي تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يذكر أن سلطنة عمان سهلت الحثيين باب التواصل الدبلوماسي مع العالم حيث فتحت لهم مكتبا دائما في مسقط التي أضحت مكانا لتفاوض الرياض والمجتمع الدولي والأممي معهم إلا أن عمان تعد وفق تقارير دولية منفذا لمرور الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي لقاء مسقط تزامن مع اجتماع خليجي سويدي في الرياض لبحث جهود إحياء الهدنة حيث التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نائف الحجرف بمبعوث السويدي اليمن بيتر سمنبي وبحسب بيان مجلس التعاون فإن الاجتماع أكد ضرورة دعم جهود استقرار اليمن بينما دعا الحجرف إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الاعتداءات المستمرة للحوثيين على النفط وممرات الطاقة أتات التحركات الدولية على إثر تداعيات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة والنشيمة بحضر موت وشبوى والذي أدى لتصنيف مجلس الدفاع الوطني الحوثية منظمة إرهابية مع ذلك فإن الحوثي لا يظهر آبها بالتصنيف الحكومي له بالإرهاب حيث هدد قيادي حوثي باستعداد جماعته توجيه ضربات تشل حركة السفن في البحار اليمنية وهو ما يعني وفق ناقدين لأداء مجلس القيادة أن الحوثي لا يؤمن بجدية الحكومة في تصنيفها الذي لم يتجاوز بعد الفضاء الإعلامي بينما يرى مراقبون أن الحوثي يحاول ابتزاز السعودية والعواصم العالمية مستثمراً الحاجة الدولية للهدنة وغياب قرار الحسم العسكري للحكومة وللتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا نائب رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين الصحفي علي الفقيه مرحباً بك معنا سيد علي بداية كيف تعلق على هجوم رئيس مجلس النواب على البيانات الصادرة من الدول الخليجية ووصفها بأنها مجرد إسقاط واجب سحية لكم للمشاهدين الكرام أعتقد أن هذا الخطاب الذي صدر عن السلطان البركاني اليوم هو ما يردده النشطاء والمتابعين الشأن اليمني والمواطن اليمني العادي فقط الفارق أن هذا الخطاب هذه المراجعة من شخصية رسمية بحجم رجل يشغل موقع رئيس مجلس النواب واسساً أهم في البلد وبالتالي هي تعبير عن حالة من المراوحة التي تدور في مكانها تصريحات تكرر ذات الخطاب وذات المفردات دون أن يكون لها أي أفق للتنفيذ الحديث عن السلام اليوم في ظل رفض الحوثي واستمراره وتعنته في رفض كل المبادرات وعجز المعنيين بمفاورات السلام حتى عن مجرد تجديد الهدنة صار مجرد ملهاها يعني أنه عديد فقط الاستهلاك الوقت الحوثي يستمر في فرض ما يريد خطاب القوة لم يتخلى عنه كل المارساته على الأرض وكان آخرها قصف الميناء الضبا النفطي كان آخر تعبير له عن تحدي كل الجهود الدولية وعن تحدي كل الدعوات للسلام متأكد على أننا سأنال ما أريد بالقوة وحتى السلام الذي يريده الحوثي هو يريد أن يفرض السلام بشروطه وبالتالي ما قاله البركاني اليوم هو ربما في لحظة تجلي ولحظة صرق ألا يعكس سيد علي جدية الحكومة الآن وموقفها في التعامل مع الميليشيات خصوصا بعد أن صنف مجلس الدفاع الوطني ميليشيا الحوثي بأنها منظمة إرهابية الأختي العزيزة الجدية يثبتها العمل ولا يثبتها الكلام الآن لحد الآن قرار مجلس الدفاع الوطني رغم أنه كان مفاجئ وبدون مقدمات قد يكون خطوة جيدة إذا تبعه إجراءات عملية على عرض الواقع إذا كان هناك استعدادات لفرض خيارات أخرى بالقوة هناك تحركات إقليمية ودولية لتحويل هذا القرار إلى خطوات عملية لأنه له تبعات لو تخلمنا مع قانونيين ومع خبراء بالعلاقات الدولية يدركون ماذا يعني تصنيف جماعة ضمن المنظمات الإرهابية ذلك يعني أنه سيتم إغلاق ميناء الحديدة سيتم إغلاق مطار صنع لأنه في النهاية يصبح هذه المنشآت تحت تصرف منظمة إرهابية كيف يمكن للعالم أن يتعامل مع منظمة إرهابية سيتم التنسيق مع الأطراف الدولية ومع المنظمات الإنسانية الدولية لإيصال المساعدات للشعب اليمني حتى لا يتبرر خطاب البركاني اليوم لن يكون له معناه ما لم يكن هناك تحركات تالية نشاهدها من خلال إقناع القليجيين بتغيير مسار الأداء بتقديم دعم حقيقي وملموس للجيش اليمني بتحرك من الحكومة اليمنية ذاتها وبالتالي نفهم من حديثك سيد علي بأنه سيتم تجاهل هذا التصنيف من قبل هذا المجلس ومن قبل الحكومة الشرعية وسيتم التعامل مع الحوثيين كما تم واستجداء تمديد هذه الهدنة وسيستمر الحديث عن المسار السياسي من خلال متابعة الصمت الدولي الآن تجاه قرار مجلس الدفاع الوطني الذي صنف ميليشيا الحوثيين كمنظمة إرهابية إلى الآن من خلال متابعتي لم يصدر أي لدفاع الدولي وبالتالي يبدو أن هناك محاولة لتجاهل أو تنسيم هذا القرار لأنه ربما يكون حتى تخذ دون حملة عملية تمهيد لأنه يفترض يتم التواصل مع الأطراف الرائية لعملية السلام في اليمن والدول المؤثرة في الشأن وفي القرار اليمني حتى يكون هناك تقبل لقرار من هذا النوع وإيجاد معالجات لأنه كما تحدثنا أنه عندما أخرجت ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب أمريكيا كان ذلك تحت دواعي إنسانية بأنه تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جاء إخراجها من ذلك التصنيف بعد أساسع قليلة فقط وكان المبرر أن العملية الإغاثة والعملية الإنسانية في اليمن ستتضرر إذن أخرجوها من قائمة المنظمة الإرهابية وكذلك سيتم التعامل مع هذا القرار بنفس الطريقة وبالتالي الحكومة محتاجة إلى تحرك عملي إلى إجراءات عملية على الأرض محتاجة إلى استنفار الجيش والقوات المسلحة التي إلى الآن لم توحد ولم تصل اللجنة العسكرية التي شكلت من قبل مجلس القيادة لأي المتائج وبالتالي هذه التصريحات سنعتبرها مجرد إشارات فقط ما لم تتبعها إجراءات عملية تريمها إلى خطوات من المجر أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس تحرير بوقع المصدر أونلاين الصحفي علي الفقي شكرا لك في صعيد متصل قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك نسدف ميليشيا الحوثي لميناء رضوم والضباء النفطيين يمثل تهديدا فعليا لمصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية وبحث خلال عقده جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري رمضان لعمامرة تداعيات الهجمات الحوثية على اليمن والمنطقة وأشار وزير الخارجية إلى أن انعقاد القمة العربية في الجزائر يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بهدف زعزعة أمن المنطقة والسقارها إلى ذلك تواصل ميليشيا الحوثي تهديداتها باستهداف الملاحة الدولية وحركة السفن وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي إن عملية استهداف ميناء الضبة النفطية بحضر موت كانت تحضيرية وأن العملية القادمة تستهدف السفن مباشرة حتى تتوقف عن نهب الثروات حد وصفه وسبق أن استهدفت ميليشيا الحوثي السفن في خط الملاحة الدولية ونشرت ألغاما بحرية بشكل عشوائي وقوارب مفخخة في البحر الأحمر إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من السواحل القريبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي سياق ردود الفعل أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرونبرغ الهجوم الحوثية على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بحضر موت قائلا إن هذا التصايد العسكرية مقلق للغاية دعا المبعوث الأممي في بيان الله الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لتجديد وتوسيع الهدنة ووضع الأسس نحو وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع على سبيل تسجيل الحضور إلى الموقف يخرج المبعوث الأممي بتصريحات جديدة عن الوضع اليمن لا تحمل أي من المضامين التي يمكن البناء عليها في مسار الأزمة اليمنية المعقدة تتطور الأحداث وتكشف الميليشيا عن وجه جديد من خطورة بقائها كجماعة إرهابية تستهدف المصالح الاقتصادية للبلاد وتهدد إمدادات الطاقة وطرق التجارة الدولية وجه لطالما تم التحذير منه ومن إنعكاساته لكن التدليل الأممي كان غالبا على التعامل معها باستثناء الإدانة والدعوة لضبط النفس لم يقدم هانز جروندبرغ أي جديد وفي ذلك يرى الرجل أن مهمته تقتصر على الوساطة وتقديم المقترحات وليس من عمله إلزام أي طرف بشيء بينما الواقع أن الضغط الأممي دوما ما كان قويا ومسلطا على الحكومة بل إنه استخدم بشكل سلبي وكان له أثر ملموس في إطالة أمد الحرب من يتبنون هذه الرؤية يستدلون على ذلك بالمساعي المستميتة للأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق استوكولم الخاص بالحديدة والذي لم ينفذ منه سوى إيقاف عملية التحرير وإبقاء السيطرة المالية والميدانية الحوثية على الموانئ كما أن الاتفاق حسب رؤيتهم وفر غطاء لتحركاتهم العسكرية وإعادة انتشارهم خارج حدود المدينة في شان آخر فادت مصادر محلية أن قوات الانتقالي المدومة من السعودية والإمارات اختطفت خمسة أشخاص بينهم أطفال من محافظة شبوى جنوب شرق اليمن قالت المصادر إن مسلحي الانتقال دهموا منازل مواطنين في مدينة عتق مركز محافظة شبوى واختطفوا خمسة من أسرة آلق واربينهم أطفال وتشهد شبوى انفلاتا أمنيا وحملات مداهمة منذ سيطرة العناصر المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي على المحافظة منتصفة أغسطسا ماضية من جهتها أعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي إطلاق صراحي أربعة عشر أسيرا من القوات الحكومية شاركوا في معارك بمحافظة شبوى وفاد بيان صادر عن قوات دفاع شبوى التابعة للمجلس الجنوبي أنها أفرجت عن أربعة عشر سيرا من أبناء المحافظات الشمالية بتوجيهات من المحافظ عوض بن الوزير أشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعني الإفراج عن جميع الأسر المعتقلين ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة حول الأمر وفي أغسطس الماضي سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات على شبوى بعد معارك مع القوات الحكومية أعلنت شرطة تعز مقتل أحد المطلوبين أمنيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن في المدينة وأكدت الشرطة في منشور على صفحتها في فيسبوك مصرع المطلوب أمنيا والمدعو صهيب المخلافي أثناء مقاومته للسلطات الأمنية موضحة أن الحملة مستمرة لملاحقة المطلوب أمنيا غزوان المخلافي وعصابته وكانت الشرطة قد أعلنت مقتل أحد أفرادها وإصابة ستة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين في اشتباكات بين قوات الأمن وعصابة المطلوب أمنيا غزوان المخلافي يوم أمس وتشهد مدينة تعز من مقتل آخر اشباكات بين قوات الأمن وعصابات مسلحة أسفرت معظمها عن سقوط ضحايا مدنيين الأجهزة الأمنية تعلن مصرع صهيب المخلافي أحد المطلوبين أمنيا في مدينة تعز خلال مطاردة مع رجال الأمن شارك صهيب وهو شقيق زعيم المجاميع المسلحة في المدينة غزوان المخلافي في إقلاق السكينة العامة داخل المدينة كما أقدم مع عناصره على التقطع والقتل ومقاومة حملات الأجهزة الأمنية ونهب ممتلكات المواطنين في أكثر من حادثة مع هذه العناصر بات التعز خارج سياق الدولة ولا يكاد يمر يوم في المدينة دون أن يكون هناك جريمة جديدة فمرة تشهد المدينة قصفا وهجمات قاتلة من قبل ميليشيا الحوثي ومرات أخرى اشتباكات بين الجماعات المسلحة أو انفجارات عبوات ناسفة وتلك مشكلة تاعز الأبرز منذ سنوات مؤخرا شهدت مربعات المحافظة الخاضعة لسيطرة الشرعية مواجهات مسلحة بين الأجهزة الأمنية وميليشيا غزوان المخلافي أقدمت عناصر العصابة على قتل أحد أفراد الأمن وجرح عدد آخرين عسكريين ومدنيين الأحد المنصر وهي المواجهات التي جاءت بعد يوم واحد من حراك كبير لحملة أمنية في المحافظة شملت الروضة وزيد الموشك وصولا إلى جولة سنان وهي المناطق التي تنشط فيها العصابات المسلحة الأجهزة الأمنية في تاعز أيضا أعلنت صباح الأحد ضبط خلايا إرهابية قالت إنها تعمل لصالح ميليشيا الحوثي في المحافظة وهي الخلايا المسؤولة عن الأحداث التي شهدتها المدينة من استهداف دوريات عسكرية وأمنية وبين محاولات استعادة ما تبقى من مناطق في المحافظة تحت سيطرة الميليشيا التي يبدو أنها جمدت عمليات الضبط والسيطرة على الأمن يقع المدنيون دون غيرهم ضحايا واقع أمني هش في المحافظة ويطالبون الحكومة الشرعية التحرك لوضع حد لهذا الانفلات حذر البرلمان العربي من تداعيات استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز خزان صفر النفطي كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي وقال رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان إن احتجاز الميليشيا ناقل تصافر له تداعيات خطيرة محضرا من كوارثة بيئية محتملا قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة فحسب بل على العالم أجمع ودع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد والمزيد من الضغط ضد الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية وفي وقت سابق قالت ميليشيا الحوثي أن لجنتها الإشرافية بحثت مع مسؤول أممي بدأ تنفيذ المرحلة الطارئة من خطة قادر خزان العائم لتفادي الكارثة الوشيكة أتلفت النيابة العسكرية بالمنطقة الخامسة أكثر من طن ونصف الطن من مادة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها لدى مهربين في مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر والحدودية مع السعودية وخلال العام الجاري تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إتلف مادة الحشيش ليبلغ إجمالي ما تم إتلفه منذ مطلع العام نحو 3000 كيلوغرام من الحشيش في منطقة نائية بمديرية ميدي شمالي محافظة حجة حيث الحدود اليمنية السعودية يتم الآن إتلف كمية هائلة من مادة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها خلال العام الجاري 2022 لتفاصيل أوسع حول هذه العملية ينضم هنا سيادة النقيب يونس إبراهيم فإن ديم يونس خلال كم تم إتلف أو الضبط هذه الكمية وكم تقدر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على سيدنا محمد وعلى أله وصحب الأجمعين كما تشاهدون الآن إنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة المنطقة الأسكرية خمسية يتم إتلف 1558 كيلوغرام من الحشيش المخدر والتي تم ضبطها في ستة كضايا فرسالتنا لمن يقوم بتهريب المخدرات أننا لهم بالمرصاد وأننا سنحارب هذه الجريمة بما أوتينا من قوة فالشكر كل الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لكيادة المنطقة الأسكرية الخامسة المتمثلة في شعبة الاستخبارات الأسكرية وكذلك الشرطة الأسكرية وكذلك النيابة الآمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على سيدنا محمد إذن 1500 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وهذه العملية هي تعدى العملية الثانية خلال العام الجاري التي يتم فيها إطلاف كمية من الحشيش ليكون لإجمالي خلال عام 2022 أكثر من ثلاثة أطنان من مادة الحشيش المخدر تقول له الأجهزة الأمنية أن نسبة أو إجمالي إطلاف وضبط المواد الحشيش وأيضا الأقراص المخدرة منذ بدل الحرب أكثر من سبعة أطنان من الحشيش المخدر إضافة إلى خمسين أو ستين ألف من الأقراص المخدرة منذ بدل الحرب فقط في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة هنا شمال محافظة حجة على الحدود اليمينية السعودية وأيضا الساحلية على البحر الأحمر حيث ينشط هنا عمليات التهريب باستمرار لكن الأجهزة الأمنية تقول هنا أنها بالمرصاد لكل محاولات وأنشطة التهريب باتجاه دول الجوار محمد يوسف قناة بالقيس محافظة حجة طالبت منظمتان حقوقيتان بفتح تحقيق مستقل في وفاة أسير بسجون ميليشيا الحوثي جراء التعذيب بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن وفاة الأسير ياسر السفياني بسجون جماعة الحوثي حدث خطير ومقلق يستدعي فتح تحقيق مستقل بيان أن السفياني وقع بالأسر أثناء القتال واحتجز في ظروف سيئة حتى وفاته مشددا على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي لتحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء جميع الممارسات التعصفية بحق المحتجزين من جانبها قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن وفاة السفياني في سجون الميليشيا تسوجب فتح تحقيق شامل حول ظروف حدوثها والأسباب التي عدت إلى وفاة بعد توثيقها انتهاكات مقلقة بحق أسرى سابقين في ذات السياق اختطفت ميليشيا الحوثي صحفي وناشطين في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها وقالت مصادر محلية إن الميليشيا اختطفت الصحفي الرياضي ماجد ياسين والناشطين مراد البنة وخالد الأنس على خلفية تناول الأول يحالة مديرة مجمع السعيد التربوي للتحقيق عقب فعالية احتفائية بذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر فيما جاء اختطاف البنة والأنس على خلفية آراء لهما على مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب المصادر فإن الميليشيا نقلت المختطفين إلى مقر الأمن السياسي الكائن بمديرية المشنة وتمارس ميليشيا الحوثي عمليات قمع وإرهاب بحق الناشطين والصحفيين في المحافظة ضمن عمليات إرهاب ممنهجة تهدف لإسكاة المعارضين والمنتقدين لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في إب أيضا توفي موظف حكومي في المؤسسة العامة للكهرباء جراء تعرضه لصاقة كهربائية وبحسب المصادر فإن الموظف عبد الفتاح الوصابي توفي أثناء تأديته عمله في منطقة سوق الجبري بمديرية المشنة ووفق المصادر فإن مالكي المحطات التجارية يقومون بالتصويق توصيل العشوائي مسغلين الفوضى الأمنية في الوقت الذي لا تتم فيه مراعاة جوانب السلامة المهنية طالب موظفون في مؤسسة الكهرباء بإحالة مدير المنطقة التي وقعت فيها الحادثة للتحقيق والمحاسبة لعدم صرف أدوات السلامة المهنية للفنيين والمهندسين العاملين في الميدان قالت الحكومة أن عدد النازحين تجاوز أربعة ملايين ومئتي ألف شخص جراء النزاع يقتن أغلبهم في ستمائة وثمانية وثلاثين مخيما بمناطق سيطرتها لفت رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي إلى أن أعدادا كبيرة من النازحين عادوا إلى مناطقهم لكنهم يفتقرون لأدنى الخدمات ويواجهون مخاطر الألغام والعبوات وغيرها من مخلفات الحرب وحذر السعدي من مخاطر تفاقم أزمة احتياجات النازحين بسبب نقص الدعم المقدم من الممولين وغياب شفافية العمل من قبل المنظمات الدولية وقال إن موجة النزوح الكبيرة سببت إشكاليات ضغط على الخدمات في المناطق والمحافظات التي تستضيف النازحين على الصعيد الإنساني أيضا أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من 42 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري وقالت المنظمة في بيان إن 42 ألفا وسبعين مهاجرا إفريقيا وصلوا إلى اليمن منذ بداية العام الحالي وفادت بأن الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن لا يزال محفوفا بالمخاطر مع سمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين واليمن وجهة لمهاجرنا من دول القرن الإفريقي لاسية مثيوبيا والصومال ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج خصوصا السعودية تشهد الجامعات في اليمن تراجعا ملحوظا في إقبال الطلاب عليها إذ يقل سنويا عدد الملتحقين بها عن الأعوام السابقة ومع تردي الوضع المعيشي والاقتصادي يعزف الشباب عن مواصلة التعليم الجامعي للانخراط في سوق العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم ترك التعليم مجبرا للبحث عن فرصة عمل توفر له مصدر دخل ولأسرته التي تأثرت جراء تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد يعمل هذا الشاب في ورشة الحدادة في وقت كان يفترض تواجده في الجامعة عيشة هذه والغلاء والأسعار وأتمنى أن أساعد أسرتي أن أرجع أشغال أسرتي أن أصرف عن أسرتي أن الأوضع حيث يشتثنا في بها وأتمنى أن نرجع للوضع دي ما كانت ونرجع ندرس من جديد بسبب هذا الفوضع بطلنا الدراسة وبطلنا ذا ورجعنا نطلب الله فرضت الحرب في اليمن واقعا آخر على الشباب وأجبرت الكثير من الطلبة على إيقاف وتعليق دراستهم الجامعية والبحث عن فرص في سوق العمل ليتمكنوا من مساندة أهاليهم وتغطية احتياجاتهم ومنهم من أصبحوا عرضة للتجنيد والقتال في الجبهات مقابل سلل غذائية أو عائد مادي بسيط في كل عام تشهد الجامعات تراجعا منحوظا في إقبال الطلبة إليها عن الأعوام السابقة وأصبح الالتحاق بها شبه مستحيل للكثير من اليمنيين بسبب عجزهم عن توفير تكاليف الدراسة لاحظنا انخفاض كبير في عدد الطلاب المتحكم بداخل الجامعة خاصة في ثلاث كليات رئيسية وكلية التربية وكلية العلوم وكلية الأداب حسنا لمسنا هذا الانخفاض ووجدنا أنه توجد مشكلة حيث أن العدد الطلاب في السنوات الماضية الملتحكم في جامعة تعز في 7 ألف والسنة هذه لم يتجاوز العدد أكثر من 4 ألف وخمسمائة طالب وطالبة في محاولة لمعالجة عزوف الشباب عن التعليم أقدمت بعض الكليات بجامعة صنعاء على خفض معدل القبول ليصل في الكثير منها إلى 60% إلا أن تلك الإجراءات لم تفيد بالغرض اضطرت كليات أخرى إلى إلغاء اختبارات القبول ككلية التجارة والاقتصاد التي لم تصل إلى طاقتها الاستيعابية على الرغم من تمديد الفترة أكثر من مرة استمرار عزوف الشباب عن التعليم في البلاد يخلق جيلاً غير مؤهل لسوق العمل الأمر الذي يساهم في مفاقمة البطالة في بلد لم يعد سكانه يتحملون مزيداً من المعاناة وصلنا إلى ختام هذه النشرة منظمة حقوقيتان تطالبان بفتح تحقيق في وفاة أسير بسجون ميليشيا الحوطي جراء التعضي إطلافو طن ونصف الطن من مادة الحشيش المخدر تم ضبطها في نيدي بحجة إلى مشاهدين كانت هذه هي الأخبار رحلت الساعة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة